السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة وفيديو جديد كنتمنى يلقاكم باخير وعلى خير اليوم ان شاء الله هنشارك معكم 3 طرق فعالة جدا للقضاء على الصراصير والحشرات المنزلية في المطبخ والحمام 3 طرق فعالة جدا بدون مبيدات كيموية مدرة بالصحة بمكونات متواجدة في كل المنازل مكونات طبيعية غير مدرة بالصحة امينة وفي نفس الوقت فعالة جدا للقضاء على الصراصير الكبيرة والصغيرة غادي نتهنوا منها نهائيا من المنزل فإلا كنتوا أول مرة تشاهدوا القناة ما تنسوش اللايك والاشتراك وفرجة ممتعة بالنسبة للطريقة الأولى فغادي ناخدوا لستيرين أو هاد غسول الفم ماشي بشرط يكون هاد نوع هاد أي غسول الفم ما توفر عندكم فممكن تستعملوه في هاد طريقة أو في هاد الوصفة الأولى لأن غسول الفم يحتوي طبيعيا على أسيد بوريك أو بوريك أسيد اللي كيقضي على الصراصير بشكل فعال جدا كذلك كلقوا هاد المادة في معجول الأسنان ومتواجدة كذلك في غسول الفم هاد المادة كتشل حركة الصراصير وكتقتلها نهائيا وكذلك كتطردها من المنازل ومن الأماكن اللي كتواجد فيها الصراصير فكل معلنا أننا نجيبو غسول الفم أي ماركة أي نوعية وكذلك غادي نحتاجو صابون السائل أو صابون غسل اليدين ممكن كذلك تعاوضوه بسائل غسل الأواني أي نوع متواجد عندكم ماشي شرط هاد النوع هادا اللي عندي أنا أي نوع صابون سائل فهو يفي بالغارد فقط وغادي نحتاجو كأس صغير دي الما بهذا الشكل هادا الما عادي من الروبيني وغسول الفم وكذلك صابون سائل وغادي نجيبوه وحد رشاش أو بخاخة بهذا الشكل هادا اللي تكون مغسولة وتكون نظيفة فقط نخليوها لهاد الاستعمال هادا غادي ناخد وحد القمع باش غادي نعمر هادا الرشاش بهذا الكاس دي الما بالنسبة للكاس اللي غادي نقاسو به الما فهو نفس الكاس اللي غادي نقاسو به غسول الفم أو هادا الاستيرين فقط كنديروه نفس القياس دي الما نفس القياس دي الغسول الفم غادي نعمر نفس الكاس اللي عمرته بالما بغسول الفم بهذا الشكل وغادي نضيفو للرشاشة فغسول الفم فيه وحدة رائحة رائعة ورائحة زكية اللي كتكرهها الصراصير وكتخنقها وكتشل الحركة ديالها فجربوه غادي هنيكم نهائيا من الصراصير وصفة وطريقة اللي فعالة جدا جدا هنا بعد ما اضفت فالرشاشة كاس ديال الماء وكاس ديال غسول الفم غادي نزيد قطارات ديال صابون سائل او صابون غسل اليدين تقريبا واحد الملعقة كبيرة هنا كما تشوفوا معي درت قطارات ما يعادل ملعقة كبيرة بالنسبة لهاد الكمية الى ضعفتوا الكمية ديال الماء و الكمية ديال غسل الفم فبطبيعة الحال غادي تضعفوا الكمية ديال صابون السائل او صابون سائل ديال الغسل الاواني وكنخلطوا هد الرشاشة جيدا بهد الشكل حتى كندمجوا لنا هدوك المكونات اللي ضفنا مع بعضهم بهد الشكل وبهكدا كيصبح عندنا المحلول واجد لقتل الصراصير وطردها نهائيا من المنزل طريقة اللي مجربة ومضمونة وفعالة جدا جدا وبالنسبة لطريقة الاستعمال فكننا اخذوا هدو الرشاشة وكننا نرشوها على الاماكن اللي كتواجد فيها الصراصير الكبيرة وكذلك الصراصير الصغيرة مثلا في المطبخ او لفي الحمام في كل الاماكن اللي كتواجد فيها الصراصير فاحنا كنرشو هدو المحلول هذا والمدة صلاحية دياله فقط بقى 8 سويع يعني كافية ليلة كاملة فهو كيقضي الغرض وكيقتل الصراصير وكيطردها نهائيا وبالنسبة لطريقة التانية فكننا اخدو كسرول الاولى طنجرة اللي فيها تقريبا هنا عندي нить الأنسف uhっغير من الماء عندي هنا قالي من هذا هدو النعناع الطري النعنع الاخضر الطري غادق نخوز هدو النعناع وغادق نوضعو في هدو الماء به الشكل النعنع بالأعواد ديلو كذلك في الأوراق ديلو باش يطلق لينا هدو الخصائص الهدو نحن للي كتواجدها الصراصير والآن غادق نوضعو هذا الكسرول أو هدو الطنجرة على النار حتى التغلي وطلق لنا هدك النعناع جميع الخصائص دياله وكذلك الزيوت العطرية ونكهة النعناع المميزة اللي كتكرهها الصراصير بعد ما كيغلي النعناع في المال مدة ديال 10 دقيق كنحيدوه على النار وكنصفيه وكنخليه في واحد الكأس جانبا حتى كيبرد تماما عد ممكن أننا نستعملوه ونعمروه في رشاشة من الأحسن باش كيسهل علينا العملية أكتر عملية ديال الرش هنا بعد ما كيبرد هدك المحلول أو المغلي ديال النعناع فغد نجيبوه واحد البخاخ أو واحد الرشاشة بهذا الشكل تكون نظيفة وغد نعمروه فيها هدك المغلي ديال النعناع بهذا الشكل وبهكذا كيصبح عندنا محلول ديال النعناع ممكن أننا نرشوه في أي مكان متواجد فيه الصراصير كالحمام وكذلك المطبخ مثلا تحت التلاجة وراء الغسالة وفي الخزانات أو البلاكرات الأماكن اللي كيتواجدوا فيها الصراصير بكثرة فممكن أننا نرشو هد المحلول فهو كيساعد أننا نتخلصوا من الصراصير وكيعمل على إبعادها من المنزل نهائيا فقط كنرشوها كبكل سهولة وهد المحلول الرائحة ديالو جميلة وغير مدر بالأطفال وكذلك بالحيوانات فهو آمن مئة في المئة وكيقضي على الصراصير بوحت طريقة رائعة فجربوه غدي يخلصكم من الصراصير نهائيا الصراصير الكبيرة وكذلك الصراصير الصغيرة ومختلف الحشرات اللي معروف أنها كتكره رائحة النعناع فطريقة آمنة فعالة مجربة كنتمنى أنكم تجربوها وتستفدوا منها وبالنسبة لطريقة الثالثة لطرد صراصير من المنزل فغدي نحتاجوه مناعم ومعطر الملابس أي مناعم ومعطر البلابس عندكم ماشي بشرط هاد النوعية هادي أو هاد المركة هادي فمناعم ومعطر الملابس كيقضي بفعالية على الصراصير وبطريقة جدا سهلة كناخدو واحدة رشاشة تكون نظيفة بهد الشكل كنوضعو فيها قياسين ديال معطر الملابس زائد قياس ديال ما أو جزئين ديال معطر الملابس وجزء واحد ديال ما مثلا فإذا استعملنا ثلاث أغطية ديال مناعم ومعطر الملابس فغدي نستعملو غطاءين من الماء يعني لكل جزئين ديال مناعم ومعطر الملابس غدي نستعملو جزء واحد من الماء وبهالطريقة هادي هنا كما تلاحظو معايا فوضعت في الرشاشة غطاءين ديال مناعم ومعطر الملابس وغادي نزيد عليهم قياس واحد يعني غيطاء واحد ديال الماء يعني كنخففو هاد منعيم ومعطر الملابس بوحد الكمية قليلة ديال الماء لابد ان تبقى الكمية ديال منعيم الملابس ومعطر الملابس هي اللي تكون غالبة وتكون بكترة وكنسدو الرشاشة وكنحركو هاد المحلول جيدا جيدا بهاد الشكل هادا وبهالطريقة كيقول لي عندنا المحلول جاهز لقتل وكذلك طرد الصراصير من المنزل كنرشوه في الاماكن اللي متواجدة فيها الصراصير فمناعم الملابس كيخنق الصراصير ما كيقدروش يتحمله وكيقتلهم نهائيا وكيهربوا من البلاصة اللي فيها هاد رائحة ديال المناعم ومعطر الملابس طريقة اللي مجربة وفعالة جدا جدا وآمنة على الاطفال وكذلك آمنة على الحيوانات غير مضرة وكتهنينا من الصراصير لمنزل خالي وهانيء من الصراصير طول الصيف وكذلك طول السنة ان شاء الله كنتمنى الفيديو يكون أعجبكم ويكون مفيد لكم وما تبخلوش عليا بلايك تعليق اشتراك إلا كنتو جدد في القناة بارتاج مع العائلة والأصدقاء اللي تعاموا الفائدة ونتلقوا ان شاء الله في الفيديو الجاي الى اللقاء اشتركوا في القناة